معي عبر الأقمار الصناعية من الريحانية عضو وفد الاستشاري للهيئة العليا للمفاوضات القاضي خالد شهاب الدين مساء الخير أهلا بك معنا سيد خالد إذن بهذه المناطق الآمنة بخرقات نشهدها طبعا مباشرة بمدن وبلدات هي ضمن الاتفاقية كيف تنظرون لهذا الموضوع؟ طبعا علمنا كيف تنظرون لموضوع الاتفاقية من أساسها مساء الخير لكم جميعا الحقيقة الاتفاقية هي اتفاقية تفتقد الشرعية والأسباب واضحة الآن الضامن الأول وتم ترويسة الوثيقة بإيران إيران عمليا لديها أكثر من 60 ميليشيا تقوم بقتل الشعب السوري على الأرض منذ 6 سنوات وأكثر من 6 سنوات محتلة لسوريا لأجزاء واسعة هي من تحكم حاليا المناطق التي تسيطر عليها ما يسمى عصابة النظام من غير المعقول أن نعطي الشرعية لدولة محتلة قاتلة بأن تكون ضامن لجرائمها بدل أن تساق إلى محاكم دولية ومحاكم وطنية لمعاقبة المجرمين الذين قتلوا الشعب السوري أيضا الضامن الثاني هي روسيا وروسيا نعلم جيدا ارتكبت جرائم حرب في سوريا وهي من كان سببا في قتل الشعب السوري من بداية الثورة إلى الآن وهي من دعمت النظام وصرحت أكثر من مرة أن لو لا تدخلها لسقط النظام منذ زمن يعني لا نجد وجود في هذه الوثيقة للأمم المتحدة أولا لمجلس الأمن وهو أحد مؤسسات منظمة الأمم المتحدة الاتفاقية أيضا ولكن يتابعون الموضوع مصطلحاتها تركت كل شيء مؤجل إلى على الأقل بعد بدءها في متابعة للموضوع مجلس المسؤول أممي اليوم يتحدث عن هذا الاتفاق وكيف تأثيره على اللاجئين سنتحدث عن هذا الموضوع مع اللاجئين ولكن كيف ستتصرفون أنتم حيال هذا الموضوع مجالس المحلية اليوم قالت بأنه لم يصلها أي شيء فيما يتعلق بإدخال المساعدات ما الذي تعلمونه أنتم بهذا الإطار نحن كما قلنا لا نعوّل على هذا الاتفاق نهائيا مثله مثل ما قام ما قدمته روسيا سواء بتوقيع الاتفاق ب30 ديسمبر 2016 هو الاتفاق الأساسي ولم تلتزم بضمانتها وبقيت محافظة على صفتها كقاتل وشريك للشعب السوري اتفاق وقف اطلاق النار وقع ب30 ديسمبر 2016 لم ينفذ نهائيا مئات بل آلاف الخروقات منذ ذلك الحين إلى الآن وهذا الاتفاق الذي تم توقيعه لن يكون إلا استمرارا للخروقات واستمرارا لمشروع روسي في الحل من أجل الأزمة السورية ونحن نسميها ثورة سورية هي تريد الآن تطويق المناطق المحررة تريد أن تدخل الفصائل في اقتتال لن تقوم بإدخال أي مساعدات لا تنسهم بإدخال أي مساعدات على العكس يتساهم في تهجير الشعب السوري وعلى أيضا المحرك الأساسي أو العامل يعني الفاعل الأساسي لجريمة التغيير الديمغرافي هي إيران بزراعها حزب الله لن نعول على إدخال مساعدات لن يتم إدخال مساعدات لن يتم تنفيذ هذا الاتفاق وكان في رفض منكم واضح لدور إيران هم يرموا من ورائه كضامن موضوع أستانا كان في رفض واضح أيضا لدور إيران كنت أتحدث عنها كضامن بسبب وجودها العسكري إلى جانب قوات الأسد طيب موضوع أستانا على الأقل ما الذي تعولون عليه يوم غد مقابل ما لم تعولوه أصلا وترفضونه بمناطق اتفاقية للمناطق الآمنة الحقيقة موضوع مؤتمر أستانا من أستانا واحد تبين أهداف الروس ذهبنا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار حينها أنا شاركت كمستشافي أستانا واحد ولم أشارك باقي الجولات الحقيقة لأننا وجدنا الهدف الأساسي للروس قاموا بتقديم مسود الدستور بدلا أن يناقشوا آليات وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار من حينها علمنا الهدف المباشر للروس وهو القضاء على مؤتمر جينيف وبيان جينيف و22-54 والذهاب إلى الحل الروسي في إعادة تأهيل النظام من خلال ترويض محاولة ترويض والسعي لترويض الفصائل الثورية وشخصيات وأن تسعى للمصالحات مع النظام هذا هي أستانا أستانا لن تنتهي شيء طالما أن الرعي هو قاتل الرعي هي روسيا وإيران وكذا سألن أننا مؤخدة للنظام صوت يتقطع على أية حال أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا عبر الأقمار الصناعية عضو الوفد الاستشاري للهيئة العليا للمفاوضات القاضي خالد شهاب الدين شكرا على مشاركتك معنا موسيقى موسيقى موسيقى